البعض حيران في تساؤلات جو عقله وخايف يسألها الحسن يكون كده مش مستسلم لربنا فعنده حيرة في الموضوع ده هو في خطوط حمرة للسؤال ولا أي حاجة تخطر في بالي عن ربنا عن الشريعة أسأل الجواب ما تحترش اسأل في أي حاجة إحنا ما عندناش خطوط حمرة في السؤال من احترامك لعقلك لو عندك تساؤلنك أنت تشفي هذه الحيرة وأول قصة بين ربنا والمخلوقات كان سؤال وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وسيدنا موسى لما راح عشان يستقبل الألواح من ربنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك ممكن أشوفك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين آه ده في سؤال هنا في استسلام مش سؤال أخرته إجابة زي اللي في بالي لا هنا في سؤال أخرته في شيء هتشوفه بعدين مش دلوقتي ولكن كانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى فده كان كافي لاقتناع سيدنا موسى اللي بيقول لنا لو أنا مؤمن أن ربنا موجود يكفيني اقتناع عن أن يقول لي استنى هقولك بعدين أو استنى هتشوفني بعدين فين الاشكالية الاشكالية اللي بتواجهنا أن فيه أسئلة محيرة في دينا وعن ربنا أقوليها إجابات منطقية جدا وربنا جاوب عليها في القرآن وفي السنة المتخصص يعرفها الاشكالية لنا أروح أسأل واحد مش متخصص فيقول لي إجابة ما تشفيش عقلي وتحسسني أن دينا فيه سطحية كده في احترام العقل عشان كده ربنا قال الرحمن فاسأل به خبيرة لازم يكون عالم متخصص عشان أسأل عشان كده قاتل التسعة وتسعين نفس لما راح سأل عابد يعني حد كده بيقول له يا شيخ مثلا يعني بس مش عالم قال له وانا ينفع توب لو كنت قاتت تسعة وتسعين واحد قال له ازاي طبعا ما لكش توبة اطلع برا لحسن اللعنة تنزل علينا وانت فقتلوا كمل بيه المئة لكنه لسه صادق من جوه عايزي توب فسأل فدلوه على راهب عالم العالم هو اللي يشفي غليل حيرة العقل احنا عندنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كنز وعندنا دار الإفتاء المصرية كنز عندنا هيئة كبار العلماء كنز دور لو انت مهتم اللي اصبعه بيوجعه بيدور على أحسن دكتور عشان يشفيه من قلم في اصبعه اللي عنده تساؤل عن الله وعن دينه ماينفعش يستسهل دور عن أسماء علماء هيئة كبار العلماء وضبعت لهم على صفحتهم على الفيسبوك لو عندهم وعندهم دور على دار الإفتاء وابعت أي سؤال وشوف الإجابة روح الأزهر هتلاقي علماء تحت كل عمود في عالم اسأله افتح كتاب زي كتاب كبرى اليقينيات الكونية للشيخ رحمة الله عليه محمد سعيد رمضان البوطي هتلاقي فيه إجابات منطقية الأسئلة كتيرة انت محتار فيها بس المهم تكون مهتم على قدر الحيرة اللي بتصيبك في دينك أغلى ما تملك لازم تهتم وتتحرك لكن محتار ومكسل تسأل متخصص هتفضل الحيرة ولو اتحركت هتلاقي إجابات منطقية تشفي حيرة هذا العقل اللي الله كرمه ترجمة نانسي قنقر